أساس جمال رأي حالتك هو طبعا كلام دكتور أشرف صبحي أكيد أو تصريحه ده كان له دور مهم قوي في حسم الأمر لأنه من غير المنطقي وأنا قيل الكلام ده مبارح من غير المنطقي أنه زي ما قلت حالتك يبقى فيه أنت متعقد مع خبير أجنابي زي ما تيجي تتعقد مع مدرب منتخب تجيب مدرب موازي يعني ولا إيه ما مش هينفع مش هينفع تجيب واحد أجنابي واحد مصري واحد مصري واحد أجنابي صحيح ده أمر منطقي ولذلك أيا كان بقى ليه يعني استقال أنا بأعتقد أنه الخطأ الكبير أنه آخر قرارات الكابتن عصام الإصرار أو تعيين محمود عشور مع كل الاحترام ليه وهو ما زال لم يعني لم يرد اتحاد الكرة بشأنه يعني ده أعتبر برضو نوع من أنواع التحدي يا كريم وده لا يجب أن يكون موجود ليه لأنه النادي الآلي لما عمل الأزمة أو الأزمة حصلت حتى لو مش مختط حتى لو تبين لك أن الكابتن محمود عشور مش مختط أيوة لكن لابد أن تحترم لابد أن تحترم لابد أن تحترم وجهة نظر النادي المتضرر وهو ليس أي نادي برضو ولمهيره لا خلينا منتكلم منطقي النادي الآلي يوم كان عنده أزمة مع الاتحاد الأفريقي عمل إيه؟ عمل مؤتمر أعلن فيه مجموعة من أولا شرح القصة والأخطاء والكلام ده وإعتراضاته وطرح مجموعة من الأفكار والاتحاد الأفريقي رغم أن النادي الآلي كان متضايق جدا من موقفه في موضوع قامة النهاية دوري الأبطال من مباراة واحدة وفي ملعب المنافس لكن الاهلي كان مبسوط من رد الاتحاد الأفريقي وهذا هو ما كان يجب يعني إذا كان الاتحاد الأفريقي رد على النادي الآلي فمن باب أولى أن اتحاده كرة أصلاحنا مش في حرب يعني عالمية صحيح احنا مع بعض يعني المفروض أنه النادي الآلي ده والزمالك والإسماعيلي والأندية الكبيرة يعني مكونات أساسية في الكرة المصرية صحيح ما ينفع شيء أن أنا أتجاهله فأعتقد أنه الخطأ زي ما قلنا أنه محمود عشور يتعين قبل أن يرد اتحاده كرة على النادي الآلي يعني ده أنا باعتبره سبب مهم وقد يكون الاتحاد الكرة دور في التسريع أو الإسراع بقبول استقالة عسان عبد الفتاح ترجمة نانسي قنقر